اعتقد ان ما يوجد في اعماق نفسي هو التحدي احب النهوض صباحا ومعرفة سبب نهوض باكرا واليوم السبب هو دكار لماذا هذه النسخة من دكار لما يمتلك الفوز كل هذه الاهمية بنسبة لي لانه يغذي كامل حياتي كانت لدي ذكريات مذهلة مع يمها لقد عرفوني على دكار وكانوا اول من تكلم معي حول المشاركة واجدوا في امكانيات ان اصبح دراجة ناجحة سابقى شاكرا لهم على الدوام وقد فوزنا بسباق لوتوكي ثلاث مرات كذلك احتاج الى الوقت احتاج للشعور بالثقة على متن الدراجة لقد اثرت علي الحديثتان في 2018 و2020 انه لاجاز حقيقي انا عود الى مسواي المعهود من دون تردد والسعي لتقديم اقصى امكانيات مع المجازفة الكاملة الامر الذي يتعين القيم به كدراج في دكار بعد 14 عاما مع يمها يتجه ادريم فان بيفرين الى هندا الانضمام الى هندا مع دراجة مصنعية له امر لطالما حلمت به انها دراجة مصممة ومطورة خصيصا لرالي دكار تم صنعها من اجل الصحراء فهي تمتلك الثبات والسرعة بدأوا بتصميمها من الصفر ثم عدلوا عليها بما يجعل منها مثالية للراليات الصحراوية الطويلة لقد اكملت الكثير من الكيلومترات وسألت نفسي الكثير من الاسئلة وقمت بالكثير من العمل مع تقلبات عديدة لست موهوبا بشكل خارق وعلي العمل لبلغ مسويات عالية احب العمل والتقديم كل ما لدي والضغط حتى الحدود القصوى هذه هي طبيعتي وهذا ما اريد تحقيقه اليوم اعتقد انني في افضل موقع لتحقيق الحلم الذي لطالما اردته الامر الرائع هو انني اشعر وكأنني جزء من العائلة الجميع يرحب بي بحرارة الدراجون المدراء الميكانيكيون اشعر بانني في منزلي لقد ارتكبت اخطاء في الماضي وبالتالي فان تحقيق منصة التتويج سيمثل قفزة كبيرة في الاداء خطوة اخرى باتجاه الحلم الا وهو الفوز بلا قبرة لذاكار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة